انتهت محافظة أسيوت من تطوير وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى صدر بتكلفة إجمالية تقدر بما يقرب من 25 مليون جنيه وتعد الوحدة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بأسيوت وتهدف للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمعطنين يأتي ذلك ضمن أكبر عمليات تطوير تشهدها مستشفيات أسيوت على صعيد الإنشاءات والأبهزة الطبية الحديثة وفي إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات لتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية للمواطنين البسطاء وتحسين وتطوير المنظومة الطبية تنفيذا لتوليهة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لرؤية مصر 2030 وستراتيجية التنمية المستدامة تعد المستشفى في الوقت ده بالجهاز الحديث ده عشان استعداداً للمبادرة الرئاسية لتشخيص أمراض السرطان الصدر اللي هتكون المستشفى مشاركة فيه في تشخيص أمراض الصدر طبعاً لازم المريض بيحتاج أنه يعمل أشعة مقطعية عشان يتشخص بيتردد علينا في الفترة دي اللي احنا لسه بدقينها من 10 إلى 15 حالة يومياً طبعاً ومنتظر أول ما تبدأ المبادرة الرئاسية أن الأعداد تتزايد بصورة أكتر بدأنا شغل فيه تقريباً من حوالي شهرين طبعاً موضوع الأشعة المقطعية بالنسبة للمستشفى خاصة أنها مستشفى صدر شئ يعني فارق جداً على الأطباء في تشخيص الحالات وألاجها وطبعاً بالنسبة للمرضى كان المريض ممكن ييجي ويحتاج أن هو يروح يعمل أشعة مقطعية في مكان تاني فتوفر الأشعة المقطعية في المستشفى شيء مهم جداً جداً فتوفر الجهاز إضافة كبيرة لمستشفى الصدر ومحافظة أصول بعجمالها حيث يساعد في تشخيص معظم أمراض الصدر بالذات وخصوصاً فترة الكورونا فيساعد في عمل جميع الأشاعات المقطعية بالمستشفى ترجمة نانسي قنقر